أصحاب السمو والمعالي لقد تألمنا جميعا مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي وأنني أتقدم من هنا مجددا بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة مجددا التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا ونقل رسالة تضامن ومساندة كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة إن هذه الروابط هي التي تدفعنا دوما للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الأجال وفقا لقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق كما إنه من ذات الممطلق الذي يدفعنا للتجديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة لبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب